أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمواصلات قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مع برية رفع الحدودي من الجانب الفلسطيني وكرم أبو سالم التجاري لليوم الثامن عشر على التوالي وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإغلاق يأتي وسط تحذيرات من تفاقب الوضع الإنساني في القطاع بسبب عدم تدفق الإمدادات المنقذة لحياة المدنيين في أنحاء متفرقة من القطاع ترجمة نانسي قنقر